فبس خلينا اقول لك على حاجة اللي اقنعك وفهمك وقال لك ان السقف الممر اللي قدامك ده هو المأبي لأسف يا صديقي هو ملهوش في العمارة الممر او السرداب المأبي او الجملون اللي هو الهارمي زي ما انت واضح في الصورة كده او تعرض قدام حضر زك واللي هو اسمه سرداب تخفيف احمال اللي فهمك بقى وقال لك ان الممر لما يبقى مردوم او فاضي فكده متصل بغرف الدفن او بتاع دفن فهو ملهوش فيها واللي فهمك برضو وقال لك السرداب لو شرق غرب يبقى كده دفن وكمال جنوب يبقى كده بتاع مية فبرضو ولا ليه لا في العمارة ولا ليه اصلا في علم التنقيب كل عصر من ده يا ابن عمي امتاز بعمارة لوحده وكل عمارة وليها شكل معين يدل على اسم العمارة يعني العمارة وكانت للدفن كل حاجة لها شكل وبتدل على انه هو بتاع ايه وهل هو متصل بغرف الدفن ولا لا والعمارة اللي تخص المياه والكلام ده لها شكل معين وبناء معين بيتعرف منه ان ده يخص المياه لا بالاتجاه ولا هي بالردم مليان ولا فاضي ولا هو بتطوب الاحمر زي ما فهمك ان السرداب اللي بتطوب الاحمر سرداب مياه والسرداب اللي بالحجر الجيري فده سرداب دفن للأسف لا واللي فهمك برضو ان اي حاجة مبنية هتوصلك للهدف ارضو اه ملوش لا فيها وتابعا وهمك لاغراض شخصية ده من الاخر يا ابن عمي تحايت لكم جميعا انا احمد سفاري ودي صفحة زال اشاراتنا بتقول السلام عليكم اشتركوا في القناة